في العلن وأمام الكاميرات تعلن ميليشيا حزب الله اللبنانية أنها حركة مقاومة للنفوذ الأمريكي والصيوني في لبنان والمنطقة أما الحقيقة فلا تظهر إلا في الظلام بعيدا عن كاميرات الإعلام وأسئلة الصحفيين حيث المتاجرة بكل ممنوع للحصول على المال الفاسد لدعم عمليات القتل التي تنفذها الميليشيا ضد شعوب المنطقة في سوريا واليمن والعراق وقبل ذلك بالطبع في لبنان السلطات السعودية أعلنت عن منعها دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من أراضيها بدءا من الأحد بعدما تأكدت الجهات الأمنية من أن تلك الشحنات تستغل من جانب مهربي المخدرات لتهريب كميات منها إلى المملكة حيث أحبطت الأجهزة الأمنية السعودية عددا من محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة عبر إخفاء الحبوب المخدرة داخل شحنات الخضار والفاكهة بل وداخل ثمرات الرمان القادم من لبنان تورط ميليشيا حزب الله اللبنانية في عمليات تهريب المخدرات ليس جديدا فقبل نحو عام حذر تقرير أصدرته وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يورو بول من أن عناصر حزب الله يتاجرون بالماس والمخدرات ويغسلون الأموال باستخدام الدول الأوروبية كقاعدة لذلك بينما أكد جون فرنانديز رئيس مركز عمليات مكافحة الأرهاب التابع لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن ثم تتعاونا في تجارة المخدرات بين مجموعات متنوعة تشمل رجال أعمال سوريين مرتبطين بنظام الأسد وكذلك عصابات تتبع كلا من ميليشيا حزب الله في لبنان والحرس الثوري الإيراني وكانت المفاجأة أن هؤلاء يتعاونون حتى مع عصابات يهودية في النتيجة فإن ذلك يؤكد في رأي محللين أن الأمر حين يتعلق بجني الأرباح فإن شعارات الممانعة والمقاومة تنهار ويبقى فقط التعاون بين العصابات الإجرامية لكسب أكبر قدر ممكن من المال الحرام